ما الذي جعل الكفار ينظرون إلى الوايض يتعاملون معه كأنهم أغنام؟ لماذا أغلقوا عقولهم؟ عارف إلا خلاه يغلق عقله؟ اتباع التقاليد والأباء يعني ممكن العصبيات والانتماءات القومية والانتماءات الوطنية أحيانا قد تضع على فهم مفاهيم الإسلام؟ هذا يحدث كيف فقد الإنسان وإنسانيته لهذه الدرجة؟ ما الذي أوصله لهذا الأمر؟ أو يجي واحد تتكلمه عن الدين وعن أسرة الدين؟ لا 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 أهم حاجة بيتي أسرتي بلدي مش هم أي حاجة تانية مش هم الدين ممكن واحد عنده حالة من الانتماء طبعا الآية في الكفار احنا ننزل الآيات وفصلنا ده ان انت مش المقص انك بتكفر الشخص المقص انك تفهم المثل انك ممكن واحد له انتماءات هذه الانتماءات تجعله كالغنم كالأعمى لا يريده أن يفقى شيء انت بتكلمه بالآيات بالبراهين بالأدلة هو لا يريده أن يسمع أصلاً هو كلامك بالنسبة له عبارة عن صوت عالي لا يفهم مفردات الكلام كمثل الذي يعني عقوب يمانس خطولة صناعة انتماءات انتماءات فوق انتماء الإسلام قل إن كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشارتكم لجانب الانساني قل إن كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشارتكم واموال اقترفتمها وتجارة تخشى نكستها ومساكن جانب المدينة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا خطولة صناعة انتماءات سواء قومية وطنية اجتماعية قبلية تكون فوق انتماء الإسلام هذه الانتماءات موجودة والشرع قرها وبالعكس هي قد تكون مفيدة ولها ضوابطها ولها قيودها لكن انتماء الإسلام فوق كل انتماء إنما المؤمنون إخوة لا بد الإنسان يبتلى ماذا سيفعل يعني أباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشارتكم لا مش حرام بالعكس الشرع أصلا وصى بهؤلاء يعني وصى بيتائد القربة زي ما يجلنا إن شاء الله ومالين زي الشرع هنا الشرع هنا بيلك خد بالك لما يحصل عند التفريقة أحب إليكم من الله ورسوله